اشتركوا في القناة إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا الحديث يعده العلماء أصلا من أصول الدين وفلكا من أفلاكه التي يدور عليه ويعتبرونه ركيزة من ركائز الإيمان القوي واليقين الصادق ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حرصا على معرفة ما يقربهم إلى الله تعالى وينجيهم من عذابه ويدفع عنهم معرة الدنيا ومذلة الآخرة فقوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله أي خذ منها كفايتك وارض بما قسم الله لك واقتصر على الحلال الطيب ولا تحزن على ما فاتك منها ولا تفرح كثيرا بما آتاك من حطامها والزهد في الحقيقة أنواع والناس فيه على أربع درجات الدرجة الأولى درجة العدول وهم الذين يكتفون بالحلال الخالص الدرجة الثانية من درجات الزهد هي زهد الصالحين وهم الذين يتركون المتجابهات استبراء لدينهم وأعراضهم الدرجة الثالثة درجة المتيقن وهم الذين يتركون الجائزات إن خافوا أن تؤدي بهم إلى ارتكاب المحرمات أو الشبهات الدرجة الرابعة درجة الصديقين وهم الذين يكتفون من دنياهم بما يسد الرمق ويستر العورة ويجعلون الآخرة مبلغ همهم وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزهد في الدنيا ورتب عليه محبة الله عز وجل لأن القرآن الكريم قد رغب فيه وحض عليه ورتب عليه من درجات القرب والحب ما يفرح به المؤمنون في الدنيا والآخرة قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ومن مظاهر التعفف عدم الاستدانة من الناس ما لم تدعو الضرورة الملحة لذلك فالدين هم بالليل وذل بالنهار وكان النبي يستعيذ في آخر صلاته من المغرم والمأثم ومن مظاهر العفة التغاضي عما في أيدي الناس من النعم المادية حتى لا يتطرق الحسد إلى القلوب فيسلب منها القناعة والرضة فيتبدد نور الإيمان شيئا فشيئا بسبب الحسد حتى يتلاشع وعلم أن الزهد مما في أيدي الناس نوع من الكرم لا يعرفه أكثر الناس لأن الكرم من الكرامة وما سمي الكريم كريما إلا لأنه يعطي الناس ويتنزه عن أعطياتهم ومن مظاهر التعفف عدم الاستدانة من الناس ما لم تدعو الضرورة الملحة لذلك فالدين هم بالليل وذل بالنهار وكان النبي يستعيذ في آخر صلاته من المغرم والمأثم والمغرم هو الدين والمأثم هو الذنب ومن هنا نشعر بقيمة هذه الوصية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم كل من يريد أن يحبه الله وأن يحبه الناس ونحن لا نرى انفصالا بين الزهد في الدنيا والزهد فيما في أيدي الناس فهما متلازما ولا نرى انفكاكا بين حب الله وحب الناس فمن أحبه الله حبب فيه خلقه الوصية الثالثة عشر اذهد في الدنيا يحبك الله عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال اذهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا الحديث يعده العلماء أصلا من أصول الدين وفلكا من أفلاكه التي يدور عليه ويعتبرونه ركيزة من ركائز الإيمان القوي واليقين الصادق ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حرصا على معرفة ما يقربهم إلى الله تعالى وينجيهم من عذابه ويدفع عنهم معرة الدنيا ومذلة الآخرة فقوله صلى الله عليه وسلم اذهد في الدنيا يحبك الله أي خذ منها كفايتك وارض بما قسم الله لك واقتصر على الحلال الطيب ولا تحزن على ما فاتك منها ولا تفرح كثيرا بما آتاك من حطامها والزهد في الحقيقة أنواع والناس فيه على أربع درجات الدرجة الأولى درجة العدول وهم الذين يكتفون بالحلال الخالص الدرجة الثانية من درجات الزهد هي زهد الصالحين وهم الذين يتركون المتجابهات استبراء لدينهم وأعراضهم الدرجة الثالثة درجة المتيقن وهم الذين يتركون الجائزات إن خافوا أن تؤدي به ترجمة نانسي قنقر